بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته هاقد وصلنا إلى ختام ليالي شهر رمضان الليلة الثلاثين من شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر العهد مننا لصيام شهره الكريم وأن يعيدكم في سنة قابلة وأنتم سالمين غانمين وجميع من تحبون معكم أعمال هذه الليلة كثيرة ما أريد أطيل عليكم هذه الليلة ليلة مباركة الليلة الثلاثين أعمالها كثيرة من هذه الأعمال الغسل العمل الأول من أعمال هذه الليلة الغسل طبعا الغسل مستحبي يعني مواجب اللي يريد يسوي الأعمال مو ألا يغتسل البعض يسأل هكذا أنه لازم أغتسل حتى أسوي الأعمال لا اللي يقدر يغتسل فيه ثواء ما يقدر يغتسل ماكو إشكال في ذلك وقته من الغروب من المغرب إلى الفجر كيفيته نفس كيفية غسل الجمعة نفس كيفية غسل الجنابة لا فرق بينهما النية أغتسل غسل هذه الليلة قربة إلى الله تعالى هذا الغسل ملاحظة مهمة لا يغني عن الوضوء هذا الغسل لا يغني عن الوضوء يعني لما تغتسل وتكمل وتريد الصلي لابد أنه تتوضى هذا العمل الأول العمل الثاني زيارة الإمام الحسين عليه السلام يستحف في هذه الليلة الثلاثين أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السلام من يوفق لزيارته هنيئا له ونعمه من لا يستطيع بسبب الظرف بسبب الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الظرف أيضا بإمكانه أن يزور من بيته هو بيته يزور الإمام الحسين يتوجه نحو قبر الحسين عليه السلام ويزور الإمام الحسين بأي زيارة كانت اللي ما يقدر كل شيء يتوجه نحو قبر الحسين ويزوره بهذه الزيارة البسيطة الآن بإمكانك أن تتوجه معي ونزور الحسين بهذه الزيارة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته هذه الزيارة البسيطة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته هذه ثوابها يعالي الحجة وعمره هذا العمل الثالث هو قراءة سورة الأنعام والكهف وياسين يستحف في هذه الليلة الثلاثين أن تقرأ هذه السور الثلاثة الأنعام والكهف وياسين هذا العمل الثالث العمل الرابع أن تقول في هذا اليوم مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه هذه تكررها مئة مرة تلزم السبحة بيدك السبحة 99 واضيف لها واحد من الشواهيد يصير مئة أستغفر الله وأتوب إليه اتكررها مئة مرة وصلنا إلى العمل الخامس والمهم من أعمال هذه الليلة وهو صلاة هذه الليلة بالحقيقة صلاة هذه الليلة عندنا صلاتين في هذه الليلة موحدة الصلاة الأولى اللي يرويها صاحب الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله صلاة هذه الليلة يرويها هذه الرواية عن النبي يقول من صلى فيها 12 ركعة صلاة هذه الليلة 12 ركعة الكيفية ما هي في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 20 مرة خلي أبين لك الكيفية ما هي صلاة هذه الليلة 12 ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم النوافل كلها ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح يعني ست مرات مثل صلاة الصبح يصير مجموعة 12 ركعة مباشرة النية بدون أذان ولا إقامة النوافل ما به أذان ولا إقامة مباشرة النية وصلي صلاة هذه الليلة قربة الله تعالى الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الحمد مرة واحدة وسورة التوحيد قل هو الله أحد 20 مرة هذه بركعة الأولى بركعة الثانية كذلك الحمد مرة واحدة وسورة التوحيد 20 مرة أيضا وهكذا تشهد وتسلم تخلص ركعتين بعد ذلك تقوم إلى الركعتين الأخرى ومو اشترط أيضا مباشرة ممكن أنه تفصل بيناتهم فاصل إذا عندك شغلها ما يكون مش إشكال في ذلك فإذن كرك عتين بالتشهد والتسليم في كركعة الحمد مرة واحدة والتوحيد قل هو الله أحد كاملة 20 مرة لما تخلص 18 ركعة وتكمل تصلي على النبي وآله مئة مرة تقول اللهم صلي على محمد وآله محمد مئة مرة النبي يقول من صلاها ختم الله له بالرحمة إذن أحبتي 12 ركعة 6 مرات مثل صلاة الصبح في كل ركعة الحمد مرة واحدة والتوحيد 20 مرة بعد ذلك بعد الانتهاء تصلي على النبي صلى الله عليه وآله مئة مرة هذه الصلاة الأولى الصلاة الثانية يرويها السيد أمن طاوس والكفعمي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من صلى في آخر ليلة من شهر رمضان يعني الليلة الثلاثين عشر ركعات الصلاة الأولى 12 ركعات هذه الصلاة 10 ركعات الكيفية ما هي يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد عشر مرات وبعد أكو كيفية أبينها خلي أبين الكيفية عشر ركعات خمس مرات مثل صلاة الصبح كل ركع تهم بالتشهد والتسليم مباشرة النية بدون أذان ولا إقامة أصلي صلاة هذه الليلة قربة إلى الله تعالى ثم يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يقرأ الحمد مرة واحدة وقل هو الله أحد عشر مرات لما يركع ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده يقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات لما يسجد سبحان ربي الأعلى وبحمده أيضا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات يقعد بعد ذلك يسجد السجد الثانية أيضا بعد الذكر بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية الركعة الثانية كيفيتها أيضا الحمد مرة واحدة والتوحيد عشر مرات لما يركع ويأتي بذكر الركوع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات لما يسجد أيضا يأتي بذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات ثم يسجد السجدتين ويتشهد ويسلم هذه صار عنده ركعتين الركعتين الثانية بالضبط نفس كيفية الركعتين الأولى بالحمد مرة واحدة وقل هو الله أحد عشر مرات وبكل ركوع وبكل سجود يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات وهكذا عشر ركعات مني خلص العشر ركعات ويسلم بالركعة الأخيرة يقول أستغفر الله ألف مرة مني كمل العشر ركعات يقول أستغفر الله ألف مرة يعني عشر مرات بالسبحة كاملة يديرها عشر مرات بالسبحة يقول أستغفر الله ألف مرة مني كمل الاستغفار يسجد من كمل الاستغفار عشر ركعات كملهم وكمل الاستغفار ألف مرة بعد ذلك يسجد ويقول في سجوده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا هذا الذكر يقوله وين هو ساجد بعد ذلك يرفع رأسه وتخلص هذه الصلاة العشر ركعات يقول النبي صلى الله عليه وآله شوف ثواب هذه العشر ركعات يقول والذي بعثني بالحق نبيا أن جبرائيل أخبرني عن إسرافيل عن ربه تبارك وتعالى أنه لا يرفع رأسه من السجود هذا السجود الأخير حتى يغفر الله له ويتقبل منه شهر رمضان ويتجاوز عن ذنوبه اللي يكمل هذه الركعات العشرة الله عز وجل يغفر له ويتقبل منا صيامه في شهر رمضان ويتجاوز عن ذنوبه طبعا هذه الصلاة تقريبا مشابهة لها أيضا تروى في ليلة عيد الفطر أيضا تصلى بس بكيفية شوية بها اختلاف فهذه صلوات هذه الليلة بقى شنو عدنا بقى عدنا أدعية هذه الليلة مثل ما تعودنا أنا وياكم أنه نقرأ الأدعية سوية أنا أقرأ نيابة عنكم عن جميع الأحبة المشتركين والمستمعين والمتابعين أنتم اقرأوا أصالة عن أنفسكم نيابة عن النبي وآله وخصوصا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى يعظم لكم الثواب ونيابة عن والديكم إخوانكم أخواتكم أحبائكم أشركوا جميع من تحبون وأشركوني معكم لا تنسوني في دعواتكم جميعا سوية نقرأ دعاء الليلة الثلاثين من شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله لا شريك له الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو أهله يا قدوس يا نور يا نور القدس يا سبوح يا منتهى التسبيح يا رحمن يا فعل الرحمن يا الله يا عليم يا كبير يا الله يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء واروحي مع الشهداء وإحساني في عليم وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم وتدعو أيضا بهذا الدعاء اللهم رب شهر رمضان ومنزل القرآن وهذا شهر رمضان قد تصران أي رب إني أعوذ بوجيك الكريم أن يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يخرج شهر رمضان ولك عندي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك إلا غفرته لي بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إنك حميد نجيد وأكثر أن تقول وأنت قائم وقاعد وراكع وساجع يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجريا البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد وافعل بي ثم تطلب حاجتك أطلبوا حوائجكم من الله ثم تقول الساعة الساعة الليلة الليلة حتى ينقطع النفس وأيضاً يدعو بهذا الدعاء الذي راه الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم وأعوذ بوجهك الكريم يا أراب أن يطلع الفجر من ليلة هذه أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أوذان تريد أن تعذبني به يوم القرآن وأن يودع شهر رمضان فعن الإمام الصادق عليه السلام قال من ودع شهر رمضان في آخر ليلة منه وقال اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامي لشهر رمضان اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامي لشهر رمضان وأعوذ بك أن يطلع الفجر من ليلة هذه وأعوذ بك أن يطلع الفجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي يقول الإمام الصادق عليه السلام من قال هذا الدعاء غفر الله تعالى له قبل أن يصبح ورزقه الإنابة إليه وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان فلما أغصر بي قال لي يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعه ثم ذكر هذا الدعاء فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين إما ببلوغ شهر رمضان من قابل وأما بغفران الله ورحمته وهذا هو الدعاء اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه يا الله اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعله آخر العهد منكم بصيام شهره الفضيل وأسأله أن لا يختم شهر رمضان إلا وقد ختم لكم بالرحمة والمغفرة وقضاء الحوائج وشفاء المرضى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنهي وببركته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر